السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفيكي في حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم بدنا نيجي نشوف مع بعض ريدمي نوت 8 جهاز ريدمي نوت 8 الجهاز اللي يعني شاومي كررته كمان مرة ريدمي نوت 8 2019 ريدمي نوت 8 2021 علشان هم باعوا بقول لك أكتر أكتر جهاز باعوا منه حوالي 25 مليون جهاز هذا الجهاز أجاله تحديث المحسن للريدمي نوت 8 12.5.2 بدنا نيجي الآن إن شاء الله نشوفه خلال هذا الفيديو هذا التحديث المحسن لا طبعا مبنى على اندرويد 11 للريدمي نوت 8 لايك واشتراك وفعلوا الجراسة عشان يصلك كل جديد وخلينا نروح على الشرح زي ما انتم شايفين الجهاز هي على تحديث 12.5.1 وبعدنا نيجي الآن ننزل التحديث وبعد ما ننزل التحديث نشوف إيش الإضافات اللي تمت على هذا التحديث وإيش هو التحديث نعمل عليه نظرة أولى وخلينا ندخل هنا وهي التحديث اللي نزل عليه اللي جديد 12.5.2 على اللي هو اندرويد 11 وهو 360 ميجا بايت ريبوت نوع عادة تشغيل للجهاز بلش يعيد تمام تمام والحين بيخلص ونرجع خلص الجهاز هيو اشتغل الجهاز هو بحدس ممكن يكتب معك ام اي و اي زي هيك ويطول عادة ما تيجلك سيبو يحدس طالما بس خليت تحديد آآ الشاحن البطارية فوق الخمسين في المية وسيبو يعمل بدوية وبعدين نرجع لما يخلص نهائي هاي الجهاز معنا فتح نيجي للجهاز نيجي على الاعدادات ونيجي على الماي ديفايس طبعا ملاحظين جهاز جديزة عشان هادى النسخة اللي معي انا بشتغل عليها الان طبعا هادى الجهاز للأسف انه النسخة العالمية لحتى الان ما نزل لها تحديس لاندرويد 11 ولا 12 ونص وننتظرها على احر من الجمر الصحيح يعني فيفا يعني احنا ولاد البطة السودة ولا مش عارفش الموضوع الان نيجي للتحديس 12.5.2 هادى التحديس اللي الان نزلناه كان واحد صالتنين وهنا كاتبين اللي هو انهانسنت اللي هو التحديس المحسن واشي جديد نشوف الشو اللي جديد في الموضوع اللي هو اه تمام نشوف مع بعض الشو هم كاتبين كاتبين هنا انه هادى التحديس المحسن 12 ونص هادى التحديس اللي هو اه يركز على الخوارزميات وهي المواصفات اللي احنا حكينا عنها قبل هيك بخصوص هادى التحديس وبيركز على الذاكرة الصغيرة وتخزين السوال يعني وهادى المواصفات حكينا عنها في فيديو سابق وفي عندنا هنا اصطلاح مشكلات في عندك اللي هو شاشة القفل في عندك إصلاح جاي لمشكلة استخدام الذاكرة عند عرض الرسوم المتحركة هنا جاي إصلاح إلها وكمان جاي إصلاح لاستخدام الغاء تامين الوجه مع القفلة اللي هو بصمة الإصبع هذا الإصلاح جاي في هذا كمان التحديث خلينا الآن نيجي نشوف اللي هو هل ضافه إلى هذا التحديث اللي هو توسيع الذاكرة نشوف مع بعض نشوف بسم الله نيجي طبعا توسيع الذاكرة في الأعدادات الإضافية الأعدادات الإضافية باللغة الإنجليزية وين ها اديشنال سيتنك هاي ها اديشنال سيتنك ومنيجي الان ايوها ايوها فيه توسيع ذاكرة نشوفها قديش وهي محطين واحد جيجا بيقول لك اه اضافة واحد جيجا لا اللي هو الرام هادي طبعا بدها مساحة يكون عندك في مساحة التخزين فاضي اه قدر واحد جيجا عشان تستخدمها للرام طبعا الواحد جيجا هادي بتروح لمن بتروح للنظام بتروح للنظام هيكون الجهاز طبعا افضل من السابق وهي جرب ان شاء الله فهي كمان جاءوا توسيع ذاكرة لجهاز الريدمينو التماني ايو واحي اللي هو توسيع الذاكرة ، فلذلك يعني ان شاء الله بيصلنا هنا في النسخة العالمية على حرب�� الجمر ننتظر ان شاء الله بيصل عن قريب. يصل اندرويد يحداش مع اطنعش ونص خلال هذا الشهر ما بعرف. ربنا يسهل بازن الله تعالى وننتظر خلال هذا الشهر انه نسهل التحديث. فهنا ريد منه التمانية مبروك له وصله التحديث محسن. مبروك للجميع. وننتظر ان شاء الله اه تحديث النسخة العالمية. طبعا اللي اللي نزل له اه اندرويد احداش النسخة الاوروبية نزل اندرويد احداش. النسخة الصينية الان اخدت محسن اخدت اندرويد احداش. فان شاء الله بنشوف اندرويد احداش على اجهزة العالمية مع اللي هو التحديث الجديد اللي هو المحسن. زي ما احنا شايفين امامنا النسخة الصينية ما اخد اتناش فاصل خمسة فاصل اتنين على اندرويد احداش. النسخة العالمية ما اخد اتناش فاصل سفر فاصل ستة على اندرويد عشرة. النسخة الهندية ما اخد اللي هو اتناش فاصل سفر فاصل اتنين على اندرويد عشرة. والنسخة الاندروسية ما ياخد 12.0.2 على أندرويد 10 والنسخة الأوروبية ما ياخد 12.0.3 على أندرويد 11 والنسخة الروسية 12.0.2 على أندرويد 10 هذا جهاز اللي هو Redmi Note 8 وهذا تعطب الرومات مستقرة اللي هي نسخ مستقرة ورومات مستقرة إن شاء الله بيصلنا اللي هو التحديث المحسن مع اللي هو أندرويد 11 للنسخة العالمية إن شاء الله يكون الفيديو استفدتم منه وعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام